السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد والنهاردة معنا أداة من أهم أدوات السوفتوير النهاردة معنا أداة ميرفل تول فيرجن 4 التحديث الأخير أفضل تحديث وآخر تحديث من أداة ميرفل تول فيلا بينا على طول النهاردة نبدأ الشرح ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة واتفعلوا زرار الجرس يلا بينا أهلا بيكم معنا النهاردة مرة تانية والنهاردة هنتكلم عن أداة ميرفل تول فيرجن 4 آخر تحديث طبعا الأداة دي أثبتت لنا أنها من أفضل أدوات المجانية الموجودة في مجال GSM طبعا هتحمل أداة من الرابط اللي تحت الفيديو هيبدأ يخرج لك الملف بالشكل ده هتبدأ تفك الضغط عنه بطريقة طبيعية وطبعا كلمة السر هتكون موجودة في الرابط اللي موجود تحت الفيديو وهي كلمة ميرفل تول دي يعني هتلاقيها في نفس الملف المضغوط وبرضه هتلاقيها في الرابط اللي هتسبه لك تحت الفيديو بعد ما تفك الضغط عن الأداة بتبدأ تثبت الأداة بشكل طبيعي أول حاجة بنضغط على ملف التثبيت زي ما حضراتكم شايفين ونبدأ نستنى لما الأداة تقوم معايا بتثبيت الملفات الخاصة بها زي ما حضراتكم شايفين كده ببدأ أعلم على كلمة accept طبعا ده version 4 وبعدها بضغط next بعد كده علامة الصحة دي لو مش موجودة بأعلم عليها كده أدوات المحترمة جدا جدا اللي ما لقناش فيها أي أخطاء أو أي مشاكل وأداة فعالة جدا وبتدعم معالجات كتير زي Qualcomm وبتديك شوية عمليات حنشوفها مع بعض لكن الأداة بشكل عام أداة محترمة جدا جدا وفريق محترم جدا جدا وبقدم لنا خدمات ومميزات جدا حنستنى شوية لما تنتهي من عملية التثبيت ونبدأ نكمل مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده نركز في الجزء ده جدا أول حاجة هنا بيقول لك عايزة نزل كل التعريفات دي تمام أنت بتسيب علامات الصحة دي وكلها من على كل الكلام ده وبعدها تضغط تمام طبعا أنا نزلت كل الكلام ده قبل كده فأنت في حالتك أنت حتسيب علامات الصحة على كل المربعات دي وبعدها تضغط تمام أنا مثبت أصلا الأداة قبل كده لكن احنا بنعيد التثبيت علشان الناس اللي عندها مشكلة فيه التثبيت طيب كده عرفنا الملف وعرفنا إزاي نفك الضغط عنه وعرفنا كلمة السر اللي موجودة وهي اسم الفريق أو اسم الأداة نفسها لو لاحزت كده معايا ميرفل تول موجودة هي هي كلمة السر زي ما حضرتكوا شايفين تمام بعد كده بتفتح الأداة معايا بالشكل الحضرتكوا شايفينه أو بيزهر له اللوجو بالشكل ده كل اللي بعمله هنا إن أنا ببدأ أفتح الأداة كمسؤول كده علشان نبدأ نتعرف على الوجهة والعمليات اللي موجودة في الأداة طبعا فتحنا الأداة كمسؤول هنبدأ نستنى الواجهة العملاقة من اداة ميرفل تول فيرجين اربعة زي ما تعودنا منها اداة محترمة جدا جدا هنبدأ نستنى ثواني كده واول حاجة بيعمل لي قبضيط على اخر فيرجين يعني فيه فيرجين تاني ولا لا هنلاحظ الاداء بوكس كامل يعني الاداء يعني الاداء اكنا عندك بوكس سوفت وير كامل اداة محترمة جدا جدا فيها عمليات كتير جدا يعني لو جينا نشرح الاداء بالتفصيل عايز لنا مثلا 10-15 فيديو لان اداة محترمة جدا لكن هنبدأ نتكلم على المميزات اللي فيها على السريع كده علشان ما نطولش عليكم الفيديو اول حاجة خالص عندي قايمة تشيك ايمي اللي فوق خالص دي تقدر تعمل جميع اللي تشيكات على الامي اللي هو السيريال اول حاجة معانا هي تشيك ايمي تقدر تعمل كل عمليات اللي تشيك على الامي سواء اي كلاود سواء الجهاز عليه ميد ولا لا هل الجهاز متبلغ عنه ولا لا حتى مي اكاونت بتعرف الجهاز ده عليه حساب مي او لا فكل اللي تشيكات سيبها لك هنا يعني هتلاقي كل العمليات هنا لو ضغطنا مسلا على اي تشيك كده هيبدأ يفتح لك الموقع تكتب السيريال نمبر وتشوف الجهاز عليه اي كلاود ولا لا او عليه ميد ولا لا كل العمليات متاحة من خلال قايمة تشيك ايمي بعد كده عندنا كلمة طول وطول دي فيها حاجات جميلة جدا ايه هي اول حاجة طبعا تقدر تفتح الديفايس مانجر او التست مانجر او تاخد سكيرين شوت او تنازل التعريفات ال ال اي بي يو اس بي وتقدر تنازل كل التعريفات او الحاجات النقصة عندك لتشغيل الاداة فسيب لك هنا كل التعريفات وكل الحاجات اللي ممكن تحتاجها اثناء تنزيل السوفت وير او المتطلبات اللي انت هتحتاجها علشان تنزل سوفت وير بعد كده شيك ابديت لو انت مسلا منزل تلاتة طبعا لو انت بنزل تلاتة تقدر تعمل شيك ابديت من هنا كده هيبدأ يحدث لك الاصدار لفرجين اربعة وده جميل جدا جدا من الاداة بالشكل ده اداة محترمة واداة فعالة تعالوا بقى نروح للقوائم بتاعتنا من الاول كده على السريع علشان منطولش عليكم اول حاجة عندنا قايمة الادي بي قايمة الادي بي فيها كل عمليات الادي بي ومتقسمة لأكتر من اربع قوائم زي ما حضراتكم شايفين فيها طبعا red info وفيها طبعا شيك روت انك تقدر تشوف حالة الروت هل موجود روت ولا لا تقدر تعمل الحصول على معلومات الزاكرة هل للزاكرة سليمة ولا فيها اي مشكلة تقدر تعمل فكتوري ريسيت للاجهزة عن طريق وضع طبعا كل القوائم اللي احنا اتكلم عليها عن طريق وضع تقدر تعمل طبعا ازالة للأجهزة القديمة وتقدر تعمل ازالة للأجهزة الجديدة طبعا كل العمليات دي او كل الاوامر الخاصة بوضع الادب موجودة في الاداة مش عايزين نطول او ناخد وقت كتير في الادب لان الادب طبعا شرحنا كتير على ادوات كتير ومعظمنا عارف العمليات اللي موجودة فيه طبعا كل العملات دي نتقدر تنزل تطبيقات على الجهاز من خلال اوامر الادب فده كله سهل جدا وبسيط تعالوا نروح للحاجات المهمة جدا في الاداة زي الفاسط بوت وطبعا كوالكم وكل حاجة هنتكلم عليها بالتفصيل لان الاداة فيها شوية مميزات جميلة جدا اول حاجة قيمة الفاسط بوت هي هي وضع الادب فنفس العمليات اللي موجودة فيه قيمة الادب هتلاقيها في فاسط بوت لان نفس الوضعين بيختلفوا على حسب فيرجينات الاجهزة تمام طبعا عندنا بعد كده وضع الامتي بي ووضع الامتي بي ده هنحتاجه جدا فيه صغرات الاف وار بي او ازالة حمايات جوجل من على جميع الاجهزة وهنا مقسم لك الدنيا بشكل جميل جدا يعني مثلا هطلك هنا سامسونج هواوي عطيلك البرندات اللي انت ممكن تشتغل عليها او تفتح المتصفح عليها بطريقة سهلة جدا والجميل كمان هنا عطيك يا اما تفتح اليوتيوب على طول يا اما تفتح موقع مارفل اف اار بي وطبعا موقع ده محترم جدا فيه كل التطبيقات اللي ممكن تحتاجها يا اما تختار ملف كاستوم وتبدأ تضيف الموقع اللي انت عايز يفتحه لك على الجهاز يعني مثلا لو عندي جهاز مليكنها سامسونج بختار سامسونج وبعدين اختار الطريقة يا اما يفتح الاؤتوماتيك يا اما اكتب موقع وبعدها بتغطي اف اار بي وكون موصل الجهاز طبعا وموصل واي فاي بيبدأ يفتح معاي بطريقة طبيعية الموقع اللي انا كتبته يا اما الموقع اللي انا اخترته من القائمة اللي موجودة قدام حضراتك وده جميل جدا بالنسبة للأداء بعد كده هنروح لقائمة الامتكي وطبعا هتلاقي كل عمليات الامتكي موجودة في القائمة دي زي مثلا ريت جي بي تي انفو وريست اف ار بي وازالة الاف ار بي لاجهزة سامسونج وازالة الاف ار بي لاجهزة هواوي وازالة الاف ار بي لاجهزة شاومي وفورمات لليوزر داتا وسيف فورمات اكتر من سيرفر عندنا سيرفرين لسيف فورمات او عمل ضبط مصنع امن وعندنا فول ري سيت ازالة الاف ار بي زائد فورمات فن العملية واحدة يعني تقدر تعمل ضبط مصنع وفي نفس الوقت تعمل ازالة الاف ار بي في عملية واحدة وبطريقة سهلة جدا بعد كده تقدر تعمل مي اا اكاونت باي باست تفعيل او تنشيط حساب شاومي من اجهزة شاومي الحملة لمعالج الامتكيه وتقدر تعمل ازالة لهواوي اي دي وطبعا تقدر تعمل ان لكو للبوت لودر وري لكو للبوت لودر وطبعا لو واجهتك اي مشاكل في فتحة او قفل البوت لودر تقدر تعمل سيف ان لكو بوت لودر وطبعا تقدر تعمل دمب البرتشن تقدر تعمل كراءة لدمب لجميع ملفات البرتشنات بعد كده تقدر تعمل ريد لملفات البري لودر تقدر تعمل كراءة لملفات الان في رام تقدر تعمل ريد لملفات NV Data تقدر تعمل ريد لملفات OEM وطبعا دي خاصة بأجهزة هواوي والجميل بقى كاتب لك كل المعالجات المدعومة في الأداء يعني الأداء دي تقدر تعمل لك معظم الأجهزة الجديدة بنسبة مثلا 90% الأجهزة الحاملة لمعالج الAMTK طيب لو سيبنا الخطوة الأولية دي حنروح لAMTK Flash إنك تقدر تعمل تفليش زي الـSB Flash Tool بالضبط ما فيش أي اختلاف هي الفكرة واحدة بتقدر تختار ملف الإسكتر من هنا وبعدها بتعمل ستارت بعد اختيار حالة السوفتوير هل عايز تنزل أبجريت أو داولود أولي أو فورمات L زائد داولود نفس فكرة الـSB Flash Tool وطبعا هنا عمل لك سكيبل بري لودر للأجهزة اللي ممكن تموت بسبب ملف البري لودر وشرحنا الكلام ده كله على فيديوهات قبل كده بعد كده عندنا الAMTK Address وطبعا دي للحصول على الأدرسات علشان تقدر تعمل فورمات لمعظم الأجهزة فطبعا في قيمة MTK Address بتقدر تختار ملف الإسكتر بيبدأ يخرج لك الأدرسات الخاصة بإزالة الـFRB أو فورمات للجهاز ولكن العملية دي أصبحت تقيلة شوية أو معهدش بيعملها كتير بسبب تحديث الأدوات بشكل محترم جدا وأصبحت بتعملها بشكل تلقائي يعني من الأفضل لتجيب أدرسات ولا تتعب في نفسك خالص لأن الأداء محترمة جدا تقدر تقوم بعملية الإزالة الـFRB بدون ما تتعب نفسك بأدرسات أو تكتب أدرسة غلط ويحصل عندك مشكلة بعد كده MTK Bypass بعد كده عندنا MTK Bypass إن هي فتح حماية المعالج طبعا كاتب لك كل المعالجات اللي ممكن تقدر تفك الحماية بتاعتها بطريقة سهل لو أنت عارف رقم المعالج اختاره مش عارف سيبها على الدفولت واضغط Bypass Boutroom بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي خلصنا قائمة MTK هنروح على القائمة الجميلة جدا وهي قائمة القوالكم قائمة القوالكم طبعا أول حاجة ما تفتحها كده بتفتح معاك على تفليش أجهزة قوالكم بتختار ملف اللودر وبتختار البراند بتاعك طبعا من هنا هل هو أوبو هل شاومي أهم حاجة في القصة دي كلها ملف اللودر لو ملف اللودر موجود معاك بتقدر تفلش أي جهاز قوالكم وبطريقة سهلة جدا ده بالنسبة ليه أجهزة قوالكم طبعا هتلاقي عمليات كتير جدا تقدر تقوم بيها تقدر تفلش فلاشة بوردة تقدر تاخد باك أب الملفات الـ EFS تقدر تعمل ريسيت لملفات الـ EFS أو رستور لملفات الـ EFS تقدر تعمل عمليات كتير جدا طالعما معاك اللودر بتاع الجهاز هو عندك الفلاشة الـ XML تقدر تعمل أي حاجة في الجهاز بطريقة سهلة عن طريق الأداة المجانية ميرفل تول فيرجين 4 طبعا ده بالنسبة لقايمة كوالكم وده أهم جزء طبعا فيه الشرح بعد كده هنروح لأجهزة قبل وتعالوا بقى نشوف الجميل جدا في أجهزة قبل هنا ضف لي شوية مميزات جميلة جدا بالنسبة لأجهزة قبل أول حاجة طبعا كراءة معلومات الجهاز كلها في وضع الطبيعي يعني الجهاز شغال أقدر أسحب أو أعرف معلومات الجهاز كلها إصدار الجهاز كل معلومات الجهاز أقدر أعرفها بضغطة واحدة وبطريقة سهلة من هنا أقدر أعمل روبوت إلى وضع الريكافري يعني لو أنا على الوضع العادي وأقدر أعمل روبوت ويدخلني ركافري وأقدر أقرأ معلومات الجهاز كلها من وضع الركافري وأقدر أعمل خروق من وضع الركافري كل ده جميل جدا كل ده جميل جدا الجميل بقى والأجمل أنك تقدر تحمل فلاشات السوفتوير سواء ايفون او ايباد من الاداة بطريقة سهلة جدا. يعني مثلا لو انا عايز احمل فلاشة ايفون ببدأ اختار ايفون يعني احدد من هنا هل هو ايفون او ايباد اخترت ايفون مثلا وبعدها بروح هنا اختار موديل الجهاز اللي معايا وليكن مثلا سيرتين برو ماكس بختاره بالشكل ده واضغط على داول لود. هيبدأ يحاولني على موقع الاي بي اس دابلو ومحددلي الفلاشة بشكل اوتوماتيك. كل اللي بعمله بضغط على اخر اصدار. وابدأ احمل ملف السوفتوير الخاص بي. فالاداة اصبحت محترمة جدا جدا. وطبعا بدأت تدعم اجهزة كتير جدا. وعمليات كتير جدا. طبعا خلصنا اجهزة قبل ودي القوائم او العمليات اللي موجودة في قائمة قبل. تعالوا بقى نروح للقائمة الجميلة جدا وهي مورطول. مورطول دي خاصة بالتستبوينت والتعريفات والامي واوبو سبيشيال. التستبوينت طبعا كلنا عارفين يعني ايه تستبوينت. التستبوينت وتضغط شاو تستبوينت. يديك نقاط التستبوينت الخاصة بالجهاز ده علشان تقدر تقوم بعمليات السوفتوير او او اي عملية محتاج تقوم بها عن طريق وضع التستبوينت. ده بالنسبة للتستبوينت. سواء على جميع الاجهزة اللي موجودة سواء هواوي انفينيكس اوبو سامسونج فيفو او شاو. طبعا دي كلها اجهزة بتحتاج انك تدخل الجهاز على وضع تستبوينت في بعض العمليات اللي ممكن تقوم بها على اجهزة كوالقوم. بعد كده عنده ادرايفرات. كل تعرفات الاجهزة موجودة في المكان ده. جميع التعرفات الخاصة سواء امت بي سواء سامسونج سواء او اس بي دي ام ايكي نوكيا سامسونج كل التعرفات موجودة في مكان واحد ومتقسمة كمان يعني ممكن تلاقي اتنين وتلاتين. عشان الناس اللي شغالة على ويندوز اتنين وتلاتين. وشغالة على ويندوز اربعة وستين. بعد كده هنروح لقايمة ايمي. وقايمة ايمي هنا انه بيقدر يعمل لك سريالات وهمية علشان تقدر تعمل بها اجهزة يعني لو لاحزنا مع بعض كده. فلو انا بكتب سريال جديد ببدأ اضغط هنا كده يبدأ يعمل لي او ينشئ لي سريال. اخده كده واكتبه على اي جهاز بطريقة سهلة جدا. هاخده كوبي كده طبعا. وابدأ اكتبه على اي جهاز. مسلا عايز سريال كمان باضغط هنا بيبدأ ينشئ لي سريال تاني. علشان يسهل عليها الموضوع ده كده. فجميل جدا انه ده تبدأ تنشئ لكسريالات. هنروح لقائمة اوبو سبيشل. القائمة دي جميلة جدا جدا. لانها بتقدر تحول ملفات ال او اف بي الى ملفات اسقطر. وزي ما حتركوا شايفين الجزء اللي بفوق ده خاص به الامتكي. وده بخاص به اجهزة الكوالكم. وده جميل جدا انه بتقدر تطلع اجهزة الكوالكم واجهزة الامتكي بطريقة سهلة وتفك الضغط عن ملفات ال او اف بي. علشان تقدر تقوم بعمليات كاملة لاجهزة اوبو سواء كوالكم او امتكي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اتكلمنا على الاداة بسرعة كبيرة جدا علشان ما نطولش عليكم. لكن الاداة محترمة جدا جدا زي الازدارات اللي قبل كده وشرحناها. والناس كلها شكرت فيها اداء محترمة وفريق محترم. وطبعا كل الدعم الفريق ده فريق محترم جدا جدا. بكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى. ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.